اخر حاجة رسالة من النقبة انيسة حسونة انتوا عارفين ان احنا يعني مهتمين جدا بها على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي مستوى العام لان هي لها اسهامات كتير جدا في الحالة العامة المصرية ونموذج للتحدي وللصمود وما قدمته درس لتحمل الالم هي يوم الاربع لفات داخلت عملية عملية كتبت النهاردة رسالة من انيسة حسونة وقالت فيها زي ما حضراتكم هتشوف انا ما زلت هنا بفضل دعواتكم اتعلق باهداب الحياة الرفيعة في العناية المركزة اعتقد ان هذه رسالة من انيسة حسونة الى كل محبيها والى كل متابعيها هذه السيدة لا نملك الان الا ان ندعو لها بان يتم الله عليها شفاء فكل من كان في قلبه يعني زر من تسامح وامان ويقين يعني لا يحرم هذه السيدة من ان يدعو لها عسى الله ان يتقبل من احدنا فينجيها اشتركوا في القناة